لأن هذا من يطلع لازم رشاشته شاذ ظهره بتشرغه دمه ممثل ذاك اللي يطلعه برشاشته على أهله شخير شقد عدك وليد عد أربعة والله مدارك والله الله يحفظهم ايه والله وتريد رعاية ايشي رعاية عادلهم ايه والله يا بحقك ما عدك شغالة من نام من نام بمحل بمطعم والله ماطل والله معك هو فقط إذا أنا مع الرعاية والله يا أخوي أنا لو بيدي كل عراقي أخدمه بعيوني والله 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 يا عاقيل خير العراقيين يعيش لقارة يعني أنا حتى مرات حتى مرات أقول عيب أنقول بالتلفزيون أنتم مساعدات للعاطلين عن العمل عشرين سنة ما قدرنا ندخل الشركات الاستثمارية والعالمية تجي للعراق تجيب فلوسها والشغل ولدنا على أقل تقدير راتب العامل يصير مئة دولار بس يسوي باللجانة الاقتصادية وش يسوي للحج اللي يريد حصه أو شرس للسيد اللي يريد مالات سسمه أو ش يسوي للزعيم اللي يريد بلد الآن أسعار النفط مرشحة تكون مئتين ثلاث بيت دولار الآن الغاز اللي يكتشف على الشريط الحدودي في الأنبار أقليم كردستان اللي واحدة يمثل ثلاثة بالمئة من غاز العالم حقول النفط اللي تكتشفت في الأنبار وأنا بعد من أسرق سال لعشرين سنة ها لأولاد ها هذا مريض ذي تارملة هذا معوق هذا ما لاقي يش تقول وظال لجد باسم العراقيين ليش لو عد نزل بيها حظ وما أريد أقول عدها غيرة لو بيها شوية من الغيرة ولك تكفر بكل القيم والمبادئ والمثل لما تقول العراقي جوع عنه منين يجوع العراقي أمن النفط أمن الكبريت أمن الفوسفات أمن الحديد أمن الزيبق أمن اليورانيوم منين المنافذ الحدودية أمن القمارق أمن المالية أمن الضراء شخير بس هذا هذا قاعد عاطل فلوس شمبر ما يقدر وعد أربع وليدات ومدينة الصدر اللي يأتي من المؤمل أن تكون فيها ناطحات سحاب مدينة الصدر هاي الطبقة اللي بذاك النظام تعبانه ميت جوع وبهذا النظام ماكو هم يردون هم الله يولد الملحة ولد مدينة الصدر والله تنام فيه يلزم رشاشته ويطلع هذا اللي صوره من يلزم رشاشته لأن هذا من يطلع لازم رشاشته شاذ ظهره بشرغة دمين من يطلع ممثل ذاك اللي يطلع برشاشته على أهله لا هذا يطلع برشاشته يجيب رأس اللي يريد اللي يريد ذي الله له اشتركوا في القناة